تدعى للنظر في الخصومة بين صديقين أحدهما متسامح متساهل يخبرك أنه راض بما يحكم به الإنصاف ونازل على ما يقتضي به العدل وهو من الآن معتذر عن كل سوء بدر منه ومسامح صديقه بكل ما أشاع عنه بينما تسمع من الثاني من التشديد والوعيد وأنه لا يرضى أن تحكم له إلا بما يريد وأنه لن يتنازل عن مثقال ذرة وأن هذه الجلسة هي جلسة الفراق بينه وبين صديقه القديم وخصمه الجديد يا لطيف ليش كثير متشدد يا رجل يصاحب رجل صديقا خمسين سنة ثم تبدر من هذا الصديق بادرة فإذا بصاحبه يغسل يديه منه ويهجره هجرا لا وصال بعده ويحذف اسمه من قاموس حياته طيب طول بالك صلي خمسين سنة صاحبك والله كنا مناح يا أخي أنا أخطأت خلص دروب إكس ليش تدروب إكس؟ السماحة هي الملاينة في التعامل مع الآخرين في الأمور المختلفة ويحرم على النار كل هين سهل قريب الملاينة مع الآخرين في المعاملات المختلفة سواء في البيع، في الشراء، في الزواج، في الطلاق، في المرافعات القضائية، في الدفاع عن النفس بالقضاء، في مخالطة الناس، في مجادلة الناس الملاينة مع الآخرين في المعاملات المختلفة وحين تجد المرأة سهلاً، ميسراً، يتنازل عن حظ نفسه أو عن جزء من هذا الحظ ليحل مشكلة هو طرف فيها أو ليطوي صفحة طال الحديث فيها أو ليتألف قلباً يدعوه أو ليستطيب نفس أخيه فذلكم هو الرجل السمح وتلك هي السماحة ألا على العكس عندما تجد رجلاً متمترساً وراء رأيه متمسكاً بأدق وأقل مقدار من حقوقه وحظوظه مصراً على موقفه وكلامه ولا يغيره البتة ولا يقترف من الطرف الآخر فاعلم بأنه ذاك الرجل القاسي العتل الشديد والصعب المراس الذي يخالف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم